وللمتابعة ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي سيد وائل ركابي بعد تحية سيد وائل هل تعتقد أن سيد عبد المهدي قد تجاوز في الجزء الأول من التشكيلة الحكومية أمرا صعبا لكن هل القادم أصعب بالنسبة له؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم المشاهدين الكرام حقيقة حتى الجزء الأول الذي عبر به السيد عادل عبد المهدي بكابينته المتمثلة بوجود 14 وزير هي أيضا جاءت باتفاقيات وتوافقات للكتر السياسية لم يكن كما كان يتوقع الشارع العراقي بأن هذه الأسماء للكابينة الحكومية تأتي من خلال رغبته واختياره الشخصي بدليل أن الأسماء الثمانية التي بقيت من الحكومة لم يتم أصلا درج ذكر هذا التمرير اليوم ضمن جدول الأعمال لجلسة برلمان اليوم وهذا يعني أن هنا الكتل السياسية هي التي لا تزال تكون عامل ضاغط على رئيس الوزراء مهما كان اسمه وعنوانه وبالتالي الاستحقاقات الانتخابية التي تبحث عنها الكتل السياسية لا يمكن أن تتنازل عنها كما تدعي بعض الكتل أنها تخول رئيس الوزراء باختيار أسماء مرشحين للوزارات وهذا الذي نشاهده الآن من خلال جلسة اليوم ولذلك لا أعتقد أن الجلسة الخميس القادم سوف أيضا يتم التمرير لا أطلاقا سوف تكون هناك مقايا اتفاق ما هو السيناريو إذن المتوقع إن لم تتم عملية التمرير السيناريو هو الاتفاقيات ما بين هذه الكتل السياسية على أن ترضى كتلسين على الوزير الفلاني المرشح من الكتلسات وبالتالي هذه عملية من الممكن أيضا أن تسبب ضغطا ما بين الكتل السياسية على الدرجات الخاصة التي هي لا تقل أهمية عن وجود وزراء يمثل عددهم 22 أو 23 وزير لا لدينا أكثر من 22 ألف درجة خاصة التي هي من مدير عام فما فوق حتى وكيل وزارة وبالتالي هذه بالنسبة إلى الكتل السياسية هي المغنم الكبير والأهم الذي تحاول أن تحصل عليه وعلى عدد قدر الإمكان وفق الاستحقاقات الانتخابية ووفق الضغوطات السياسية وفقا للأسماء المتدولة والتي يتم تسريبها هل تعتقد أن الكتل السياسية ستذهب في اتجاه الرأي الذي أو الترشحات التي يطرحها سيد عبد المهدي أم أننا سنجد أيضا في نهاية المطاف اختلاف كبير والله أنا أعتقد أن الأسماء التي يطرحها سيد عادل عبد المهدي يعني هي مستقات من توافق الكتل السياسية وليس من رغبة السيد عادل عبد المهدي فقط يعني الأسماء التي يريد أن يطرحها السيد عادل عبد المهدي إذا ما حظيت بإشكال وبخلاف وبصد من قبل الكتل السياسية لا أتصور أن تمرر هذه الأسماء كما شاهدنا في الجلسة الأولى عندما وصل إلى الرقم 14 من الوزراء من كابينته الحكومية نهض أحد الحضور الذي يمثل كتلة سياسية ومن جزء من كتلة سياسية وطالب رئيس الوزراء بالتوقف عن الاستمرار بذكر ما بقيه من تشكيل الحكومة من عدد 15 فما أعلى هذه مشكلة يعني اليوم السيد عدل عبد المهدي أعانه الله لا بد عليه أن يخضع لرغبات هذه الكتل التي لا تستطيع أن تتنازل عن استحقاقها الانتخابي وبالتالي لا بد عليه أن يرضخ لهذه العملية التي يبدو لي أن المحاصصة لن تفارق العراق ولن تفارق العملية السياسية فيه على الأقل في هذه الأربع سنوات القادمة من بغداد شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي السيد وائل أركابي